تتواصل ردود الفعل حول مشروع قانون ضريبة الدخل ففي حين توالت الاتهامات لحكومة الدكتور عمر الرزاز بتكرار قانون حكومة الدكتور هن الملقي نفى مدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي ذلك فيما أعلن مجلس النقباء أنه لن يقفز عن مرحلة الحوار بشأنه في الوقت الحالي طرد لفريق الحكومة الوزاري أثناء جولاته على عدد من المحافظات لإقناع المواطنين بمشروع قانون ضريبة الدخل ولا رغبة لمجلس النقباء الذي قاض الإطاحة بحكومة الدكتور هن الملقي أيام احتجاجات دوار الرابع بالعودة للشارع ويبحث عن حوار البنود في هذه المسودة وجدنا أن معظمها لم يؤخذ به من قبل الحكومة لذا ندعو الحكومة إلى حوار واضح ومع سيل الاتهامات لحكومة رزاز باستنساخ ذات القانون الذي جلبه الملقي ينفي مدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي ذلك عبر برنامج نبض البلد كنا بنحكي فقط في المناطق الجمركية في الضريبة ولم يعالج مشروع القانون السابق الفجوة الضريبية بين المناطق التنموية والمناطق الحرة والمناطق الجمركية القانون السابق من وجهة نظر أبو علي لم يعرف التهرب الضريبي في حين أن الجديد فعل ذلك وحدد من سيحسبون عليه القانون المسعوب لم يتضمن توجيه المزايا والإعفاءات للمشاريع الاقتصادية في هذا المشروع نص مشروع القانون على توجيه الإعفاءات حسب المشاريع التي تختار الحكومة ضمن ثلاث معايير رئيسية ويحظى مشروع القانون بن قسام حاد أقرب ما يكون لرفضه قبل ولادته ويدعو الخبير الاقتصادي محمد البشير لإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن في ظل غياب المعالجة الضريبية وانعدام التنمية الإعفاءات لموجب فواتير هو الحل الحقيقي لمسألة المكلفين الأشخاص المكلفين الشركات هذا مال عم يستثمر بقطاعات مختلفة أنت ليش تتميز بين الناس؟